الإرادة نصف الطريق والحزم قبل العزم دائماً لذلك وجدت بعض النسوة طريقهن في إثبات الذات من خلال الدورات التدريبية التي يشاركنا فيها ومنها الدورة الثانية للخياطة والتفصيل وفنونها والتي اختتمت الأسبوع الماضي في جمعية الأغابرة والأعروق الاجتماعية الخيرية بدأت الدورة التدريبية بثلاث متدربة طبعاً بهذا المنهج الأساسي الذي يعتبر هذا المنهج هو من البداية التأسيسية هو أول مرة أول ما بدينا على التصطير في الأقمشة وبعدين بدينا على أخذ المقاسات كل واحدة تأخذ مقاسة هذا البرنامج يحتوي على حاجة كثيرة الذي هو الأنش، السنتيمتر، الشبر، الشيز يعني كل متدربة تأخذ المفهوم الذي تقدر عليه استفدنا من الدورة هذه كيف نعمل من قطعة قماش إلى فستان طفلة أخذنا الصدر الأساسي وأخذنا كيف أهم شيء الخياطة على المكينة بشكل منتظم والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله قادر أنني حتى أفتح مشروع صغير داخل بيتي تعلمنا منها الكثير واستفدنا منها الكثير الكثير، ليس الكثير الكثير استفدنا منها أنا على أساس دخلت الجمعية هذه حتى المقاس ما أقدرش أقصه أخذ كيف أبدأ القماش وكيف أقص بس الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الأستاذ بتشقيعه لأن شقعتنا وأظهرت موهدتنا الحمد لله سبحانه وتعالى الحمد لله شقعتنا وكانت يعني كل شيء الإبداع والابتكار في المشغولات اليدوية للمتدربات نالت أعجاب واستحسان الحاضرين كونها جمعت بين الأصالة والمعاصرة واكتست بملامح تراثية عكست ثقافة محافظات البلاد هذه المهنة التي تدر عليها أولا مردود من ناحية ثانيا فيها قيمة معنوية وهذه القيمة ترتفع يوما بعد يوم من خلال المواظبة على أدائها وإنتاج المزيد في إطار الإبداع ولمسات الجمال الذي تتراكم لكي تعطي لوحة جمالية مستمرة لهذا الإنتاج أتمنى لها التوفيق والنجاح والاستمرارية لهذا النشاط الجمعية المعرفة أمر جيد والإرادة شيء أفضل أما التصرف فهو أفضل الثلاثة لذا تؤثر مثل هذه الدورات التدريبية على النشاط الملموس والناجح في تمكين المرأة اقتصاديا بشكل إيجابي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر